مرحبا طلاب ان شاء الله تكونونوا بخير اليوم محاضراتنا عن البيولوجي اللي هو علم الاحياء كلمة بايولوجي من السمعونها فهي تنقسم الى جزئين طبعا نحن السمعونها هواي بحياتكم العملية والعلمية فهي كلمة بايو رجعوها للغلاتينية الاغريقية قديمة انو بايو معناها الحياة لوجي وستادي فهي هاي العلوم اللي راح تدرس كائنات تكون حية لا يعني الحياة لها علاقة انو اي كائن حي راح تدرسها بالاضافة الى كلمة بايولوجي كلمة دامة من سمعونها فهي لازم تخلون فكرة ببالكم ان هي كلمة مو محصورة بمجال علمي واحد وانما هي كلمة عامة لمجموعة من العلوم هاي العلوم ممكن توصل الى عشرة واكثر وهاي العلوم تطلع فروع جديدة بها اكثر دقة دمو فهذا سرح احنا نحجب محاضرتنا عن البيولوجي نجأة البيولوجي عن الاناتومي التشريح حتى نفهم بايولوجي لازم ناخد اوشي definition of the biolo definition هو تعريف definition تعريف of the biology علمي الاحياء بس تطلاب نجي biology is the science هو علم of the life live ليش كلمة live خلينا لان هو متخصص دراسة جميع الكائنات الحية شنو الكائنات الحية اللي تجيب بالكم نبديها من ابسط كائنات حية هي كائنات احاضية الخلية الكائنات البدائية اللي هي مثلا كائنات البكتيريا الفطريات الفيروسات الطحالب طفليات كائنات بدائية انها الكائنات متعددة النوات انها الكائنات متطورة اكثر من ضمنها نبات الحيوان واكثر تطورا اكيد هو الانسان فهذا العلم هو رح يدرس كل الكائنات اي كائن بيروح هو رح يدرسه فهو ما متخصص بجزء معين فهو ما راح يدرس بها فقط الإنسان لا يدرس جميع الكائنات الحقيقة دانين سترايف هذا الاسم بس هو مشتق أبنيا من كريك وول كلمة أغريقية أو كلمات أغريقية قديمة كلمة بايوز راح نجي نفسه للكلمة بايو شنو؟ بايو هو لايف الحياة وقلنا ليش لايف؟ إنه مسؤول عن دراسة أي شي بيروح أي شي بيروح من حشرات من كائنات بداية من كائنات حية متطورة من نبات من إنسان من حيوان جميع فهي لايف لوجي هو استدي فهو العلم اللي يدرس حياة الكائنات الحية تمام؟ هذا كعلم نجي بايولوجست بايولوجست من دائما نشوفه المقطع ينتهي بايولوجست فهذا إحنا دهناك يحجينا عن العلم بايولوجي إحنا راح نحجي عن الشخص الإنسان اللي هو أخصائي علم الأحياء فهو بايولوجست شنو راح يدرس أخصائي علم الأحياء؟ المتخصص بهذا المجال شنو يدرس؟ مطلوب من عنده استدي دراسة ويتعلم شنو ستركتشر تركيبة تركيب الكائنات الحية يعني تركيب الإنسان شنو؟ تركيب الحيوان شنو؟ نبات شنو؟ بكتيريا من ينتي تكون؟ يعني يجي فلسلنا التركيب كله يعرف الفوكشن هاي التراكب شنو وظيفتها وشنو راح تسوي مثل جهاز الهيكلية للحركة جهاز التنفوز لازم يعرف كل واحد من الفوكشن القراوذي شنو ده يصير النمو بايول كائنات الحية شنو ده تكبر الأورجين شنو الأصل ما الكائنات الحية؟ يعني شنو التكوين الجنيني الأصل الجنيني اللي إجت منه وبعد شنو لازم نعرف التطور شن تطورت يعني هاي الكائنات قبل مو مثل هسه حتى الإنسان تطور يعني سابقا كان إنسان أطوض من هسه هسه الإنسان أقصر من قبل فهي أقوة تطور وتوزيح هشان صار أوف لايف أورغانيزم هي مختص باللايفينج أورغانيزم هي كلمتين طلاب هي لايفينج أورغانيزم في الكائنات الحية لحد الآن هسه عرفنا تعريف البايو اللي هو البيولوجي علم الأحياء وبايولوجست عالم الأحياء وشنو مطلوب من عنده نجي لماذا ماذا مهم ليش دراسة علم الأحياء اللي الإنسان تعتبر كلش مهمة ليش لازم نعرف تركيبة الإنسان أعضاء الداخلية ليش لازم نعرفها study of human biology لقوا أن دراسة علم الأحياء يغطي wide range مدى واسع من الاشياء شنو يضمن جينيتيك إحنا لازم نعرف الجينيتيك اللي هو التركيب الوراثي للكائنات الحية ليش أنا قد ما أعرف التركيب الوراثي الطبيعي اللي هو النورم رح أعرف الأب نورمال اللي هو الغير طبيعي يعني من الصرفة أمراض معينة إلها علاقة بالوراثي أنا أعرف الجينيتيك الأصلية evolution التطور شون تطور للإنسان الفيسيولوجي فسلجة الجسم يعني وظيفة كل عضو بالجسم مثلا القلب يضخ الدم أنا لازم أعرف فيسيولوجي وظيفة شنو يضخ الدم للجسم من ما يضخي هنا أنا أكو مرض اسمع عجز القلب حتى أنا من أعرف الوظيفة الطبيعية رح أعرف الأمراض الأناتومي التشريح أنا لازم أعرف التشريح يعني القلب وين مكانة المرارة وين مكانة الأبيندكس زائدة الدودية لازم أنا أعرف وين مكانة ليش لأن أنا أكيد أنا من ما أعرف المكان التشريح رح تفيدني بالجراحة بالنتيجة أنا رح أعرف مكانة بالنتيجة هذا الشي رح يفيد الإنسان ابديميولوجي ابديميولوجي علم الأوبئة أهمية لازم إحنا ندرس ابديميولوجي هو علم الأوبئة انتشار الأوبئة في مقام معين وشكت شنو مسبباته فهذا الابديميولوجي مثلا الدراسة التدرن اللي هو التيبي مرض التدرن لازم أعرف السل الرئوي لازم أعرف وين منتشر بها منطقة أكثر من تشر ممكن شون يقول لقاحات لازم مثلا كورونا شون ابديميولوجي عالم شون انتشرت هاي الأوبئة ولازم أعرف الانترولوجي اللي هي هيومان متخصص بالنسجة البشري بالأنسجة بالكائن البشري ولازم أعرف الاكيولوجي علم البيئة وتأثير البيئة على الإنسان طبعا البيئة الملوثة غير عن البيئة النظيفة هنا رح تأثر على جهاز التنافسي للإنسان علم الأغذية أنا شكت ما أعرف الغذاء العلاقة بالإنسان شون السبب السمنة وشون السمنة سبب أمراض القلب فأنا لازم أعرف تفاصيلها هيومان بيولوجي علم الأحياء البشري ده نحن عن الإنسان بروفايت يوفر نظرة عامة وشاملة أو فيسيولوجي أو فيسيولوجي هو الوظائف الجسم الطبيعية من السكن اللي هو الجلد إن وورد إن أديشن تو ذا سكن رح نعرف الجلد شون وظيفتين الجلد هو أكبر عضو بالجسيم شون وظيفت شون يحمينا يحمي الأعضاء الداخلية الجسيم الجهاز الهيكل العظمي شون وإلى وظيفة بالحركة المصل العضلات العضلات شون تتحرك شون تفيد الإنسان الجهاز العصبي شون فائدت الجهاز العصبي اللي تكون من الدماغ والحبل الشوكي الاندكراين الغداد الصماء مثال عليها البنكرياس شون تفرز الإنسان سيركولاتري جهاز وعاء الدوران اللي هو الضمن القلب والأوية الدمو شون يشتغل وظيفة شنو مكانة شنو تشريحة شنو رسبايراتري اللي هو الرئة وأعضاء الجهاز التنفسي دايجستيف لازم أنا أعرف الجهاز الهضمي إكسيتري لازم أعرف الإفرازي الأميون جهاز المناعي لازم أنا أعرف حتى نعرف هذا الإنسان مناعة قوية ضعيفة شون الجهاز المناعي يحارب إليه الريبرودكتف سيسم أكيد مهم هو الجهاز التناسل وشون طريقة التكاثر للإنسان وشون نؤثر عليه على الإنسان رح نعرف شون طريقات التكاثر حتى نعالج حالاته العقوم اللي تصير فأني لازم أعرف جميع هاي الأشياء شنو أفضل تعريف طبعا إجا تعريف طلابه كوي للبيولوجي يعني إحنا رح نذكر أكثر من التعريف بهاي محاضرة لأن أكو أكثر من مصدر ذكر هاي التعاريف وكل مصدر يقول أنه أنا الأصح وكل مصدر كل سنة يتجدد هذا التعريف من خلال رؤية شاملة للعلماء What is the best شون أفضل تعريف للبيولوجي علم الأحياء هو study of the life إحنا قلنا شوف هو يدرس أي شيء بيلايب بيروح يعني أي كائنات حالية الكائنات الحية من المخلوقات من المخلوقات بسيطة خلوية إلى أكثر من كائنات أكثر تعقيدا تعيش في الورغانزم إلى كل الكائنات من ضمنها الهيومن للإنسان البشري بيولوجي ممكن يدرس الجينز قلنا لازم الجينات إحنا ندرسها نشوف التركيبة الوراثية والجينية للإنسان الخلايا والخلايا التي تعطي صفات خاصة بالإنسان سالثان شنو تعريف البيولوجي هاي تعريف جديدة وحديثة إجت من فهو تعريف أهمي أنا أكثر من تعريف طبعا إذا نأخذ التعريف التاريخ البيولوجي يعرف هو أهمي النفس الفكرة أنه أنا ده أدرس لديكم الفكرة أكثر من مرة ممكن يجيكم اختيارات ممكن يجيكم أمسكوات شنو الكائنات اللي يدرس هو الكائنات الحية اللي لها روح وكل الكائنات يعني ما متخصص الكائنات معايدة يعني ده قال لكم هو يدرس فقط الإنسان فهو غلط يدرس البلانس النبغات يدرس الأنمال الحيوانات يدرس البكتيريا يدرس الفيروس الأصل مالتها شنو تكوينها جنين الأنتومي تشريحيا شنو مورفولوجي حركيا وظائفها الطبيعية البيهيفور اسلوبها و توزيعها ما هو هذا ما هو العلوم بيولوجي بيولوجي هو من أحد العلوم المهم الكونسيرت اللي تهتم بدراسة الكائنات الحية اللي هي يعني ده حدي لكم نفس النقطة لما تعرفون أنه مهم ده ده يدرس ومسؤول عن الكائنات الحية عدنا المودرين البيولوجي علم الأحياء المودرين الحديث اللي يطور هالساب عدمائج ومجموعة من العلماء هي يكون بسط واسع الانتشار يكون انتقائي اللي هو الإيقليتيك يكون انتقائي جدا بالكائنات ودراستها ويكون من يعني هنا أكتر تخصصات متخصصة يعني متخصصة مثلا العلم متخصص بس ياخذ فطريات هذا ياخذ النباتات هذا فقد الحيوانات هذا يعني تخصص أكثر ما أخذهن كل هن بنفس الوقت راح يدرس التركيب أيضا هو يدرس تركيب الكائنات الحية الفكشن الطبيعي وظائفها تطورها وشوان وصلت لهذا الشكل اللي هو الآن موجود خصائصها الأخرى للايفين خصائص الأخرى للايفين الكائنات الحية ويستطيع كلمات أخرى لديكم الأسئلة حتى تثبت بباركم فإلا هي نفس الفكرة بجميع الأسئلة مهمة كلمات أخرى يعني مصادر الثانية يقول أن العلوم هي واحدة من العلوم المهم اعتبروا أن هاي العلوم المهم الأحياء مهم اعتبروا كقناة من المعرفة الواسعة يعني قناة معرفة أن واحد الإنسان لها القناة راح يعتمد عليها وإلها رول ودور خاص ومتخصص تنوع بالوظائف لفوائد يعني من نحن راح نعرفها لها من المجتمع راح تخلق معرفة جديدة عن كل سنة أتطور كل سنة أنزل مصادر كل سنة بحوث جديدة لها فائدة فهي راح يصير ليخلق معرفة جديدة طبعا هنا يحزن التعليم التعليم على جميع المستويات على مستوى العلماء على مستوى الجامعات على مستوى الطلاب على مستوى الأبحاث العلمية والتداخلات هذه الأبحاث العلمية بالمجالات الطبية هاي النقطة بكلش مهمة طلاب يعني طبيعة حالتنا راح تسهل أكثر طبعا مثلا المراض وراثي دراست الجينيديك كوراثة تعلم عن نوع من علوم البيولوجي المن أحيان دراست الوراثة هنا الوراثة راح تخلينا اكتشف أمراض وراثية ما مكتشفة هاي الأمراض ممكن تعالج فهنا هنا نوعية حات نتحسن قللت هاي الأمراض عالجت هاي الأمراض اكتشفت هاي الأمراض قللت معدل الوافيات تمام ساينس هاي العلوم مصد ب رسبونس هاي العلوم لازم تكون هي رسبونس إلا استجابة ومسؤولية تجاه منه تجاه استوشائية المجتمع والتحديات العالمية يعني تكون من مصادر علمية موثوقة تنافس هاي التحديات العلمية وتتغلب عليها برؤية علمية صحيحة تمام هسا هاي في المقدمة هنونا راح هنونا ملخص للكلام اللي قلنا شنو هو نعنقيت هو برانش فارع من الفروع العلوم الذي يتعامل مع كائنات حية وعمليات حيوية مسؤولة عن الكائنات الحية يعني مثلا انا عرفت الكائن الحي لازم اهمي انا اعرف مثلا عرفت الخلية الخلية الاحادية بها ميتو كونديريا لازم انا اعرف العمليات اللي تسوية مثلا تسوية مسؤولة عن الطاقة وحياة الحيوان هي هم ينا تعتبر of the region or environment هم ينا راح يدرسها أي ظاهرة او قوانين علمية جديدة هم ينا راح يدرسها علم البيولوجي what is the biology and science شنو العلم البيولوجي وشنو ما كانت ضمن العلوم البيولوجي وnatural science من العلوم الطبيعية التي تكون متخصصة ذات التي تدرس living things اشياء الحياة دائما يعني تنفس حتى اللي ذكرنا فوق it is very large علم كبير جدا اللي يدرس جميع الكائنات وواسع وفيلد واسع يعتبر مجال واسع جدا due to the wide variety لتنوع واسع من life found on the earth من الكائنات الحية المتنوعة الموجودة على ال earth earth so individual biologist علماء دول العلماء normalize ركزون on specific field كل عالم رح يركز على specific مجال معين these fields هذه المجالات are either categorized by the skill of the life اما تقسم عن طريق الكائنات الحية او تقسم على شكل types انواع من microorganism من الكائنات حتى تدرس يعني قبل شان هو علم واسع يدرس كل شي بعدين اجوا وقالوا لما احنا ليش ما نخلي كل اختصاص انقسم الاختصاصات معين وكل اختصاص رح يدرس كان معين حتى نحصل نتائج اكثر دقة فقسموه بعدين مرور وتطور العصور انقسمت الى divisions of the biology لا اقسام علم الاحياء اول قسم قالوا انت قسم الاناتومي انت قسم التشريح انت ادرس انت بس التشريح او البيوتكنولوجي هذا القسم يدرس بس تطور المعرفة التكنولوجيا وتأثير على العلم على الكائنات الحية هذا العلم بوتني اللي هو يدرس النباتات فقط النباتات ecology يدرس البيئة وجينتيك يدرس الوراثة اميونولوجي يدرس المناعة مايكروبيولوجي احياء المجهرية يدرس فيسيولوجي الوظائف الحية والزوليولوجي اللي هو رح يدرس الكائنات الحيوانية زين هسا البيولوجي it is the study البيولوجي هو العلم الاحياء ويدرس نفس ما ذكرنا فمجرد يكرر لكم المعلومة عن متثبت وتأثيرات البيئة على الكائنات الحية البيولوجي هو سائنس العلم ذات الستدي الذي يدرس فيسيولوجي قلنا الفسلجة الجسم يعني الوظائف الطبيعية للجسم البيهيفور السلوب الجسم السلوب الكائن الحي التعاييج الكائن الحي and other quality live ونوعية الحياة الاخرى and living والكائنات الحي living or else تمام هسا عدنا الهيومان بيولوجي الهيومان بيولوجي علم الأحياء البشري focus on the human يركز فقط على الهيومان اليوم وإحنا على البشر The study يدرس الهيومان بيولوجي علم الأحياء رح يدرس الكائن الحي من ناحية genetic الوراثية evaluation تطورية physiology من ناحية الوظيفية ناتومي من ناحية التشريحية epidemiology مع ناحية المرضية entheorology and ecology and nutrition تمام فرح يدرس لنا من جميع الانحاء يعني رح يدرس من ناحية البيئة التغذية هنا نرجع بيولوجي كلمة أغريقية لاتينية الوريجين الأصل بايوز يعني live يدرس كائنات الحية اللوجي هو study يعني يدرس بايولوجي هو study of the life يدرس الحياة حياة من جميع الكائنات الحية يجي بعد التقسيم أكثر دقاء قالوا ليش من قسم important branch biology والأقصام اللي يتكون مهمة اللي هي المامولوجي يدرس المامولز اللي الكائنات الثادية والأورتنولوجي يدرس البيرتز الطيور والبوتني يدرس البلانت النبات وهنا نعايد رقم أربعة نفس رقم اثنين على الطيور والأكتنولوجي يدرس الأسماك وعالم الأسماك البحرية ويدرس البيترس study of small لا يدرس البيترس الأحياء المتشارية الصغيرة أناتوم التشريحي يدرس الورغانيزم بارت أجزاء وتشريح الجسم فيسيولوجي ويدرس الورغانيزم أو سبارت ووركشون إذا الجسم تشتغل كفوكشن وظيفية أناتومولوجيا يدرس الحشرات وتصنيف classification disease اللي ممكن نسبه like malaria ماليريا كلش منتشرة ممكن نسبب من أعراض ومثال الإنسان انجيل فيفر باي موسكيتو موسكيتو هي نوع من النوع الحشرات اللي متوجود تكون موجودة بالقرى رح تنقل لنا المجموعة من الالتهابات والإنفكشنات يعني الفيروسات والبكتير رح تنقل نوع من نوع الكائنات اللي تسبب العدوى جينيتيك الوراثة رح يدد الوراثية جينيتيك مثل المادة الوراثية اللي هي DNA RNA الكروموسومات والجين الجينات مهم بباحث solving crime وهذا مهم الجينات داما انه ريسيرت بالبحث العلمية مهمة و solving crime حتى ممكن يستخدمونها بالطب العادي في حل المشاكل والجرائم cytology اللي هو cell biology دستدي يدرس هذا فقط خلوه يتخصص انه قالوا لأتا بس ادرسنا cell الخلية اللي هي اصغر واحدة يتكون منها الجسم it is important to know about the cell لازم يعرف cell learning more about all organisms تمام هسا نكمل what are the five importance شنو همية البيولوجي هو علم that love the following important كلش مهم لكم انيبو القدرت و اندرستان ان يفهم مراحل التطورية في الانسان البشري يومن بل يعني هو اعاد الكلام بشكل مختصر انه رح نعرف احنا الوظائف هذا الجسم التطور مالتا انتر اكتل التفاعل انيبولي تنو بيرسر كري كري المهن سجآز رح نفهم المهن الميديسي الطيب دينتسي الطبيل الاسنان public health الحال العام والفيتراني اللي هو طبيب البيتري ويستطي بيولوجي بيولوجي هو علم هو لتري حرفيا everywhere كل مكان احنا ممكن نروح لeverything بكل شي موجود اكيد احنا كبشر موجودين كنباتات نتعاملها كحيوانات نتعاملها ككانات طفيلية حتى وان كنا ما نشوفها بسية لها دور بنقل مجموعة من الامراض والعدوى as living being you are part احنا جزء نعتبر انت جزء من البيولوجي لان انت هومان اذا تريد الناو ان تعرف how the human body functions شون الهومان بدي جسم البشري function وضائف as well every other living organism وكما انه تعرف البقية الارغانزم بقية الكائنات الحية من البيولوجي how you find out شون تكتشف the best يعتبر هو افضل و تريس اكتر صدق way to understand the world around you فيعتبر علم الباولوجي اكتر مكان صادق اكتر مكان مفضل انه راح تفتير مشون دا تشتغل هاي الكائنات الحية what is the sale theory راح نرجح theory short answer هاي الخلية مفهوم الخلية من اللي ايجابي من العلماء راح نذكر مجموعة من العلماء اللي هما اصحاف فضل في فترة من الفترات الزمنية هو the sale theory was brought with the two سعن اثنين علماء نشروا هاي اللي هي شلايدين 1838 وشوان اجاب 1839 اثنين هم قالوا اش قالوا اتس سي انه قالوا انه كل النباتات انج الحيوانات كومبوست تكون من خلايا الاصل مالتها خلية and the sale is the basic unit والخلية تعتبر هي الوحدة الاساسية هاي مهم ممكن تجيكم من ابتح من basic unit احد الاساسية الكائنات الحية هي الخلية the sale theory was further expand اتجا بعدين العالم باركو اللي هو 1885 سجيك اقترح انه كل الخلايا arise من pre-exiting انه كل الخلايا كان منشئة من خلايا موجودة اصلا سابقا تمام اللي هنا طلا اللي بعد principle من المجموعة اللي خلوهم العلماء النظريات اول شي نظريات اللي ثلاثة ثلاثة مبادئ في نظريات الخلية واربع مبادئ ثلاثة مبادئ الاولى اللي خلوها all organism كل الكائنات are made of كل هاد انشأت من sale يعني اساسها خلية تمام all exciting sale are produced by other living كل خلية حيأجت من خلية حيقابلها ثلاثة all exciting كانت موجودة اصلا من كائن حي موجود هو سابقا the sale هي الموس بايزيك يونت لا هي الوحدة الاساسية للحياة هي الخلية زين النظريات الرباعية المبدأ نظريات الخلية sale هي تعتبر smallest هي اصغر structure تركيب موجود بالكائنات الحية all living جميع الكائنات الحية are made اما تكون من one او مور sale all sale are made from pre-exciting كل الخلية منشأة من pre-exciting sale من الخلية موجودة اصلا the basic functional unit of all living يعني هنا النظريات الرباعية هي مشابه للنظريات الثلاثية انو basic functional الوحدة unit الوحدة functional الوظيفية basic الاساسية of all living جميع الورغانزم الكائنات الحية it is the sale yes السيال هي الوحدة الاساسية للبناء الخلايا تمام what was the first sale theory knowing that all living things are made of the sale كل الكائنات تتكون كل منشأ الكائنات الحية والأشياء الحية من منشأ من خلية allows of to understand how organism are فهذا رح خلو انو رح تبتهم شون هم شون الورغانزم are created خلقة تقول شون نموت شون تداي تموت on this information رح تساعدنا understand how new life is شون حياتي الجديدة تصير on way organism take شون الكائنات الحية from they do شون يسوون هاي الحياة شون يصينا التزاوج وتكاثر هوا وهذا رح يوصلنا الأهم نقطة احنا من درسناها احنا من درسناها نفتهم الخلية شون cancer separate شون السرطان ينتشر احنا السرطان هاي الخلية نقصامها بخربط هاي تعتبر healthy صحيحة وصحية ما بها شي الخلية من نقصام الخربط هي can فحنا رح نفتهم ليش الخلية الصحية صار هي شون انقصامها غير طبيعي فهو cancer شون spread شون انتشر من الخلية الخلية هوا disease can be management شون هوا كيف disease الأمراض can management شون نعالجها and more subdivision وبعدين همينا اجاوا وقسموا subdivision مجموعة من التقسيمات subdivision هي علم الاحياء البيولوجي فاتقسم الى تقسيمات اصغر منها احنا رح نحن 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 عن الاناتومي تمام شنو الاناتومي الاناتومي علم التشريح study هو العلم الذي يدرس structure of living organism think يدرس تراكيق ومواقع الكائنات العائلة او الاشياء living on they are parts واجزاؤها تمام السهل الاناتومي علم التشريح هميا رح يتقسم الى مجموعة من العلوم من الاستراب بايولوجي الاستراب بايولوجي وعلم الاحياء الفلكية study of the living university يدرس الكائنات بالكون عند البيوت technology يدرس التكنولوجيا related للبيولوجيا شوية تأثير تكنولوجيا وتطور التكنولوجيا والأجهز الحديثة الطبية تأثيرات على الأحلم الأحياء بوتني هو scientific اللي راح يدرس النباتات أما البيوت يدرس الكيميكا بروسس يعني العمليات الكيميائية للكائنات الحية عندنا السيل بايولوجي هو يدرس تركيب الخلية ووظائف الخلية على مستوى ونطاق الخلية فقط الكيميكا البيولوجي يدرس استخدام الكيميستري لحلول مشاكل يعني مركبات الكيميائية تركيبات التفاعلات الكيميائية الدرية وتأثيرات على الأحياء المتشرية computational biology يدرس using biological information development راح يدرس على علوم الكمبيوترات والحواسيم وشو نتأثر على الخوارز ميات وإيصال فكرة البيولوجي system الأنظمة البيولوجية عندنا conservation biology اللي يدرس environment البيئ conservation محيط عن البيiodiversity والتنوع اللي موجود على الأرض development biology علم التطور ويدرس النمو وتطور النباتات عن بلان الحيوانات نكمل باقي أنواع العلوم لباقي أنواع العلوم هي التأثيرات يعني اجت بالحديث عن طريق تقنيات ودراسات قسموا كل باحث وكل علم مختص بشغلة معينة على موش نتائج دقيقة نكمل هنا نحن عن الأنتوم التشريحية من الناحية التركيبية لدينا النواع الباقي من الباقي طلاب هنا نكمل أنواع تعرفون تعارف تمام ممكن يجيكم اختيارات هسن كامل الإبولينيشوري بيولوجي اللي هو التطوري العلم الأحياء التطوري يدرس الإبولينيشور بروسس العمليات التطورية وهذا العلم علم حديث طلاب يعني دخل بالجديد علم التطور علم التطور أجوا علماء الحديثين يعني المودرين هما أجوا بندوا أو أضافوا نظريات جديدة عن علم التطور وكذلك ناقشوا التنوع الموجود بالكونات الحية يعني شون هاي الكونات الحية جاي تتعايش مع بعضها وشون جاي تتطور الإيقولوجي هو يدرس هو شون كائنات وشون كائنات تتفاعل هاي الكائنات الدقيقة وشون تأثير البيئة الانفيرومينتال بيولوجي يدرس اللي هو التطور الهبيتص العادات الأدابتيشن التعايش أوف ذايبنك أورغانيزم جينيتيك الوراثة يدرس الجينز الوراثة التنوع الوراثي والهرديتاري الوراثية بالكائنات الحية بالإنسان تطور الإنسان وراثة الوراثة الجينات والهرديتاري الوراثة الانتومية تركيب تشريحي وجوانب أخرى يدرس الجين البشري وانتقال الجين شون تنتقل من جين إلى ثاني الاميون يدرس الاميون المناح الوراثة الوراثة يدرس جهاز العصبي وظيفته الخلية في الجهاز العصبي يدرس التغذية علوم التغذية يدرس الفود الأكل على مغذيات شون تؤثر على صحاتنا وعلى الأمراض طبعا الأكل كلش مهم مثال الأوبيس اللي يأكله هو السمين هذا معرض لأمراض عكس الإنسان الهيلثي والصح واللي لعب رياضة لياكل أكل دهون وفاس فود مشبع بالدهون المشبع عكس الإنسان اللي يأكل خضروات وفواكه فهذا العلم كلش مهم شون يأثر على الأمراض وعلى الصحة الباطولوجي هو يدرس المراض من بداية النهاية وشون يصير الإنجري جروح وشون يأذين وشون يتهيئ الإنسان هاي الأمور يدرس هوا هوا بدي فوكشن فسلج شون الجسم يشتغل المعدة شون تشتغل يعني بالإنسان الطبيعي القلب شون يشتغل الرئة شون تشتغل الدماغ شون يشتغل براستولوجي إنساء الكائن اللي يضيف هاي براستايت مثلا هي أكو هوست مثلا بالإنسان ممكن يقال بلدر تكون هوست لها المرارة ممكن تكون هوست اللي هي هوست مقان اللي يعيش به هذا المايكرو أرغانزم وبي موجودة الأشياء اللي تخلي يعيش ويتكاثر ويضعف ويسو مرض كامل الأعراض وعلاقة هاي التفايلات ويشبه الملبوتني اللي هو يعني يدرس النباتات بصورة عامة عدنا الراديو بيولوجي يدرس الأيونان زين الاشعاع التأيوني والتفاعلات ويهدوم إحنا قلنا الإشعاع ممكن يضر الإنسان لسبب أمراض فلازم ندرس هذا الإشعاع وشون يفيد الإنسان في علاج الأورام التركيبي رح يدرس التركيبي البيولوجي على مستوى جزي التركيبي البيولوجي رح يدرس الرايف أرجان السيستيم ومن السيستم البيولوجي رح يدرس البيولوجي السيستيم عندنا التكسونومي اللي هو علم التصنيف رح يدرس يصنف القائنات الحياة نمي يطيح اسمه الكلاسفكيش نصنفه رانج رات تب وان دس كراي بيوس باللايف أرجان حيا حياة الفيرولوجي هو اسمه فيرل يعني فيروسات يدرس الفيروس as well as virus disease مثل مثلا كوفيد فيروس مثل فيروس chicken box فيروس مثلا الحسب بذن الفيروسات اللي تصيب الانسان زوليولوجي اللي وراح يدرس له هنا هو المفروض يدرس الزولوجي يدرس بصرعامة الحيوانات مو النباتات name of branch of zoology إذا دلزي أكون وbranch من عدة فرع من عدة يعني راح يتعامل والفش الأسماك وهي بصورة عامة يتعامل وجميع الحيوانات هنا سؤال شن المين branch هاي قلناها كل هالبرانشات الحديثة والمتطورة شن الأساسية أنصب branch والأقل منها بالبيولوجي العلم الأساسي اللي موجود حاليا هو الأنتوم التشيح بوتيني علم اللي يدرس النباتات التوكسونومي اللي يدرس التصنيف الكائنات الحيز اللي يدرس الحيوانات مايكروبيولوجي درس الأحياء المتشارية الميكولوجي درس الفطريات الباثيكولوجي والبراء سايتولوجي اللي يدرس البراء السايت The human body آخر شي نختمه بعبارة كلش حلوة من جسم الإنسان The human body is amazing system يعني سبحان الله هو يعني خلق رب العالمين بهاي الدقة و بهاي الشزاء اللي تشتغل شون يشتغل الجازة يظمي التنفسي فهو يعتبر amazing فتش يكرش عجيب and it is made up يتكون من group of organism يسميه organ system اللي ها السيستم جهاز كامل organ system starting tip من السيركولاتاري من الجهاز الدوران يموجود بالقلب والأوعية الدموية للنервوس سيستم جهاز العصبي يموجود بالدماغ والحبل الشوكي and more ومچ مور اللي ها اكثر أكو من سيستمات جهاز تنفس مثل رسبيراتاري دا جستب مثل جهاز الهضمي البيولوجيكا البيولوجيكا الانكمبنس فيل دي ساچ آزي بيتصنيف ويسميها مجموعات what are the three branches of the biology is the three major branches of the biology الاساسية ليو اخر شي تفقوا عليها البوتنين اللي يتحامل ويستطيب وين نباتات والزوليولوجي اللي يتحامل وين انموز الحيوانات والمايكروبيولوجي اللي يتحامل وين احياء المجهرية الطفية البسيطة تمام طلاب لحد هنا هاي التصليفات اللي تكون كلش واضحة عندنا هنا التسلسل الهرامي للتصليف البيولوجي اقول تسلسل هرامي اللي يبدي من كونجدوم اللي هو شنو مملكة كاملة بها كل الكائنات بعدين فيليوم اللي هو يكون اقل منه شعب بعدين كلاسات صفوف اصغر من عنده بعدين اردارات على شكل مكانات اصغر بعدين عائلة اللي متشابهة يقسمون على عوائل بعدين قسموه على مستوى الجينس اللي هو على مستوى الجنس بعدين على مستوى الاصناف اللي هي طلعت ان الانسان الحيوان النبات التصنيفات صورة عامة طبعا طلاق اكو كلام هو مكرر بس هو يؤدي الى نفس الفكرة اكو اكتر من تصنيف لان اكو اكتر من مصدر معتمد وتعتبر اغلب التصنيفات اللي ما تكونوا بمحاضرة فيها تصنيفات صحيحة معتمدة من اغلب المصادر العلمية المعترب بها وهنا هنا خلصنا التصنيفات وعرفنا شنو اهمية البيولوجي وشنو التصنيفات البيولوجي وعرفنا ان هذا العلم وعلم مواسع جدا يدرس جميع الكائنات من جميع التفاصيلها من جميع تشريحها وتركيبها ووظيفتها وراثتها وبيئتها وهذا ملخص للموضوع وشكرا جزيلا طلاب واي سؤال افتشي ما مفهوم انو موجودة بالخدمة ونصيحتي الاخرائكم اقرو 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 وكل للتوفيق ان شاء الله مع السلام